موسيقى الحصاد من قناة الغد بالقاهرة أهلا بكم ونبدأ بالعناوي بأمر البرهان وكلاء الوزراء يتولون مهام الوزراء في إطار حكومة تسيير أعمال بالسودان مينكي بلينكين يؤكد أن أمريكا ستواصل العمل لتفادي هجوم روسي على أوكرانيا موسيقى الرئيس الإيراني في روسيا لبحث اتفاق تعاون استراتيجي طويل الأمد بين البلدين موسيقى وسط مساع داخل حزبه للإطاحة به رئيس وزراء بريطانيا يرفض الاستقالة على خلفية فضيحة خرق قيود كورونا موسيقى أهلا بكم كلف رئيس مجلس السيادة السودانية عبد الفتاح البرهان وكلاء الوزراء بالقيام بمهام الوزراء في إطار حكومة تسيير أعمال لتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات ووجه البرهان الوكلاء بالاهتمام بالمتطلبات الحياتية وتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين وشدد على ضرورة الكشف عن المتورطين في الأحداث ومحاسبتهم والتصدي لما وصفها بالمحاولات والحملات الإعلامية الزائفة والضر بأمن الوطن موسيقى عبد الفتاح البرهان مؤخرا وأشرت اللجنة إلى ارتفاع إجمال عدد قتل المتظاهرين منذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي إلى 72 شخصا ينضم إلينا من الخرطوم أحمد الشيخ الكاتب والباحث السياسي سيد أحمد هل الأمر بتولي وكلاء الوزارة إدارة هذه الوزارات هو البديل عن الحكومة الانتقالية؟ أبدا مش هيكون بديل عن الحكومة الانتقالية لأنه أصلا البرهان عمل إجراءات أحادية شكل مجلس السيادة بطرر أحادية وكلف الوكلاء الوزارات بأنهم يكونوا هم وزراء مكلفين ديس كلها صرر أحادية إلا أن الشارع رافض الكلام ده ولأنه ما كان في مشركاء الحرير والتقيير لم يكونوا معه فلذلك هي خطرة أحادية ولن تؤدي إلى نتيجة يعني الشارع ما سيقبل بها نعم ولكن إذا كان الغرض هو تسيير الحياة اليومية هل هذا مقبول؟ لأنه أصلا البرد بدون حكومات وأصلا الحياة في السودان لا أقفى من 25 أكتور الحياة متعطلة في السودان تماما تحديدا اليومين الأمس واليوم الحياة تعطلت بصورة ما يقارب 90% طيب هل هناك معلومات سيد أحمد ما الذي حمله الوفد الأمريكي معه خلال هذه الزيارة إلى الخرطوم؟ الوفد الأمريكي ما طلعت منه معلومات لكن أصلا موقف الأمريكان هو حكومة مدنية وجيش قومي موحد وأنه ما يكون في تدخل روسي ولا تركي على البحر الأحمر أنه أمن البحر الأحمر بالنسبة للأمريكان هو الخط الأول اللي هو أمن البحر الأحمر الحياة الثانية أن الأمريكان عندهم التزام أخلاقي تجاه الديمقراطية والحكومة المدنية فلذلك أنه فيه أحاديث بتقول أنه وزير الخارجية الأمريكي تحدث مع الرفض الإسرائيلي في أنه يضغط على البرهان حمد تيبه أنه يرجع لما قبل 25 يعني يرجع لفترة بتاعت الشراكة أو البسيقة الدستورية فحتى ذي حتى لو رجعوا ليها الشارع السوداني ما حيقبل الاحتمال ما يقبل الخطوة دي والتزعيد يكون مستمر فيبقى أنه الحكومة الأمريكية قالت أنها مع مطالب الشعب السوداني مطالب الشعب السوداني هي أنه خروج المؤسسة العسكرية أو القوات المسلحة من السلطة أنه ترجع كمؤسسة مؤسسة الدولة وليس كسلطة حاكم فبالتالي الوضع معقد الأمريكان يحاولوا يعمل اختراقات هنا وهناك يضغطوا على المحاررة الإقليمية أو المحاررة الدولية يحاولوا يضغطوا على العسكر ويحاولوا يضغطوا على الحرير التغيير عشان يعملوا اختراق وتيجي حكومة مدنية في السودان إلى أي مدى تتفق الجهود الأمريكية مع الجهود الأممية؟ أصلا أي حاجة أممية هي مرتفطة بالأمريكان أي حاجة في المجتمع الدولي هي لازم تكون أمريكا متوافقة معها عشان تمشي الأقدام المبادرة الأممية التي أصلا تمشي مع المبادرة الأمريكية أو مع الخطوات الأمريكية التي أريد أن تنفس السودان إنه يريدون مطالب الشعب السوداني مطالب الشعب السوداني سيكون كالآتي إنه يكون في حكومة مدنية وإنه يكون في جيش موحد وإنه تحفظ الحقوق وتوقف الانتهاكات وحاسب الجناة الذين قتلوا السواد فدي مطالب الشعب السوداني هي أصلا الأمريكان ما شايفينها إنها صعبة تتحقق نعم ودي ما صعبة طيب إلى أي مدى فكرة الحوار التي دعت إليها المبادرة الأممية يمكن أن تجد صدى في الشارع السوداني الذي ما زال في مظاهراتي وفي ثورته هي ممكن تجد صدى بعد الخطوة الأولى الخطوة الثانية هذه الخطوة الأولى هي بتشيل الناس كله في أبراها لقيت جزء من لجانة المقارمة ولقيت الحزاب السياسية ولقيت مصدرات المجتمع المدني ولقيت كل الأطراف الممكن أن يكون لدي علاقة مع الاستقرار في السودان فالخطوة الجاية هي حيطلع مخترح مخترح لوسيقة أو لكيفية حكم السودان من المشاورات اللي حصلت دي فالقبول أو الرفض بيصهر مع المخترح أو المسودة اللي حتقدمها المبادرة الأممية لشياء الناس يتفاوضوا حولها هسي ما في مفاوضات هسي في مشاورات لكل طرف على حدة فبالتالي بيصهر تقدمه مع المخترح اللي حتقدمه بعد نهاية الأربع سابع نعم إذا كان هناك قبول بفكرة الحوار والدور الأممي فلماذا العسيان المدني الذي ما زالت الدعوات إليه مستمرة وماذا لا يطبق على الأرض دي عشان رسالة المجتمع الدولي إنه هناك ضرورة للتوافق هناك ضرورة لإتقاف العنف فدي رسائل يعني رسائل ردت فعل على ما حدث يوم 17 جناير يعني ذا ردت فعل على العنف الحصول عن 17 جناير القوة السياسية واللجان المقارمة ما قالوا إنهم هم مرفوض المشاورات لكن قالوا قدموا الجناة للمحاكمة العادلة وإنه لازم يقف العنف والاعتقالات القتل خارج القانون والاعتقالات تعسفية بحق عضاليان المقاومة نعم إلى أي مدى يمكن أن يكون هناك دور أمريكي خلال المرحلة القادمة خاصة أن هناك ترحيب من القوى المدنية بهذه الزيارة وقبول لهذه اللقاءات أصلا الدور الأمريكي موجود من قبل الإنقلاب والأمريكان هم الداعم الأساسي للحكومة الانتقالية برأسة حمدق فبالتالي عندما حصل الإنقلاب هم وقفوا كل الدعومات التي كانوا بقدموها للحكومة السودانية فمن 25 بعد الإنقلاب الحصل في 25 أكتوبر ولحد الآن الأمريكان بحاولوا يرجع السودان لمسار التحول الديمقراطي اللي بدأ في 19 ديسمبر فالأمريكان دورهم محور جدا في المرض لأنهم حيقدوا يضغطوا على المحارف الإقليمية حيقدوا على المحارف الدولية حيقدوا على العساكر ذاته حيقدوا على الإسرائيليين فإنهم يضغطوا على الجنرالات الجيش السوداني فإنهم يرجعوا إلى المسار المدني من الخرطوم سيد أحمد الشيخ الكاتب والباحث السياسي كنت معنا من الخرطوم شكرا لك قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين إن روسيا قد تشن هجوما جديدا على أوكرانيا بإشعار قصير جدا وفقا لتعبيره مؤكدا أن واشنطن ستواصل الجهود الدبلوماسية طالما كان ذلك ممكنا وخلال زيارة لكييف لإدهار الدعم لأوكرانيا قال بلينكين إن على الأوكرانيين لاستعداد لأيام صعبة وأضف أن واشنطن ستواصل تقديم مساعدات دفاعية لكييف وجدد تعهدا بفرض عقوبات قاسية على روسيا في حال قيامها بغزو جديد لأوكرانيا موسكو اخترعت أزمة لغزو أوكرانيا وحاولت تقويد المؤسسات والمجتمعات الديمقراطية من خلال التدخل في الانتخابات والهجمات الإلكترونية لزعزعة الاستقرار الاقتصادي في البلاد وبينما أتحدث الآن روسيا تحاول حجد آلاف الجنود على الحدود الأوكرانية الرئيس الأمريكي طلب مني زيارة أوكرانيا للتأكيد على سيادتها لذلك نستمر في بذل الجهود لتعزيز الحوار وندعم أوكرانيا للدفاع عن نفسها ونحن نحاول العمل معا لتحقيق ذلك وفي شأن الأزمة الأوكرانية أيضا قال مسؤول ألماني إن برلين لا تستبعد استخدام خط أنبيب نوردستريم إثنان كوسيلة للضغط على الكريملين في حالة حدوث مزيد من العدوان الروسي على أوكرانيا وأضف المسؤول الذي ينتمي للحزب الذي يقود الحكومة لإتلافية الألمانية أن هذه الخطوة إحدى وسائل الضغط على موسكو نوردستريم إثنان خط أنبيب الغاز الواصل من روسيا إلى ألمانيا مثل جدل مجددا فمع تصاعد التوترات على الحدود الأوكرانية الروسية يضيق الخناق أكثر على الحكومة الألمانية المستشار الألماني أولف شولتس لم يستبعد أي عواقب على خط الغاز في حال اعتدت روسيا على أوكرانيا نحن ندعم جميع الجوانب التي تنتمي إلى هذه الاتفاقية وأهمها أنه سيكون هناك ثمن باهظ يجب دفعه وأنه يجب مناقشة كل شيء في حالة حدوث تدخل عسكري في أوكرانيا يبدو أن شولتس بات محاصرا بحسب خبراء بعد أن كان يعارض ربط خط أنبيب الغاز بمساعي التهديئة في الأزمة الأوكرانية إذ كان شولتس يدافع بالقول إنه مشروع اقتصادي خاص لكن يرى مراقبون أن الأمر لم يعد كذلك فخط أنبيب الغازي الروسي قضية جيوسياسية ألمانيا دائما كانت تفصل بين الاقتصادي والسياسي في هذا الموضوع وتعتبر هذا الخط مشروعا اقتصاديا زوجد واقتصادية الآن يتم الحديث عن أنه مشروع جيوسياسي ومن هنا لا أستغرب أن يستخدم الألمان بالفعل سلاح الطاقة من أجل الضغط على روسيا إذا طبعا أقدمت على التوغل في الأراضي الأوكرانية خط أنبيب الغاز نوردستريم 2 تم بنائه بالفعل لكن لم تتم الموافقة على تشغيله بعد ومن المقرر أن ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا الغربية لكن معارضي المشروع بما في ذلك كييف وواشنطن يقولون بأنه سيجعل أوروبا تعتمد بشكل كبير على روسيا لطالما كانت تقول ألمانيا أن خط أنبيب الغاز المثير للجدل هو مشروع اقتصادي خاص ويجب فصله عن السياسة لم يعود الأمر كذلك اليوم كما يقول مراقبون فبرلين لم تستبعد أي عواقب على خط نقل الغاز إذا وقع غزو عسكري روسي ضد أوكرانيا يمن شواف قناة الغد برلين ينضم إلينا من برلين ناصر زهير رئيس قسم العلاقات الدولية بمركز جينيف للدراسات سيد ناصر هل أصبح لدى الغرب والولايات المتحدة قناعة بأن روسيا اقتربت من الهجوم على أوكرانيا عسكريا فعلا؟ نعم تحية لكم والإفريق العمل والمشاهدين يعني هذه القناعة نعم بدأت تتربل لدى الولايات المتحدة أكثر من الدول الأوروبية ولكن بالنسبة للدول الأوروبية لا زالت في مهمة صعبة لنزع فتيل التوتر وإبعاد شبح العمل العسكري عن الأزمة الأوكرانية رأينا تحركات كانت في البداية من فرنسا ثم أتت وزير الخارجية الألمانية ثم الآن أتى وزير الخارجية الأمريكي بالنسبة للولايات المتحدة فهمت نوعا ما من المحادثات التي أجريت في جينيف ثم في بروكسل ثم في فيينا بأن روسيا لن تتراجع عن الخط الأحمر الذي رسمته بمعنى أن يكون هناك ضم لأوكرانيا أو نشر أسلحة أو البنية التحتية العسكرية للناتو في أوكرانيا هذا سيعني مباشرة عمل عسكري روسي في أوكرانيا الآن الأمر تطور أكثر من ذلك بأن روسيا تريد ضمانات يعني حتى لو تم تجميد الوضع على حاله الآن وأن الناتو لم يضم أوكرانيا أو لم يدعو أوكرانيا إلا الانضمام ولم يأتي بأي خطوة أيضا روسيا تريد ضمانات بأن هذا الأمر لم يحدث أو لن يحدث لا مع أوكرانيا ولا مع دول مثل فنلندا على تبيه المثال وهذه مشكلة كبيرة الآن وبالتالي نحن الآن في خضم الأزمة والولايات المتحدة تطلق هذه التصريحات بأن روسيا قد تقوم في عمل عسكري سريع ومفاجئ كما حدث عام 2014 المشكلة بأن لدينا تجربة سابقة سيئة نوعا ما قامت بها روسيا بشكل مفاجئ الرد الغربي كان رد متواضع في حينها اقتصر على العقوبات ويبدو بأن حتى الآن أيضا الرد سيكون بعقوبات ولكن مع تعديل عبارة الغير مسبوقة يعني عقوبات موجوعة لم يتم الحديث عن مثلا تدخل عسكري إذن سيد نصر فكرة أن تقاتل الولايات المتحدة من أجل أوكرانيا هذه الفكرة غير وردة بالتأكيد لا أعتقد بأن إلى حد هذه اللحظة الولايات المتحدة لن تدخل في أي عمل عسكري مع روسيا بسبب أوكرانيا هذه نقطة بل أبعد من ذلك حتى الناتو بحسب تصريحات ستولتنبرغ أيضا لن يتدخل عسكريا ما يحدث الآن هو التسليح للجيش الروسي رأينا اليوم وصول طائرة بريطانية تحمل بحسب تصريحات البريطانية تم تسليح الجيش الأوكراني بألف صواريخ المضادة للمدرعات ولكن مهما تم تسليح أوكرانيا دعنا نقول أسلحة متطورة قدرات الجيش الأوكراني لا يمكن مقارنتها بالجيش الروسي إلا إذا كان هناك تدخل دعنا نقول شبه عسكري من قبل الناتو بمعنى تشغيل الصواريخ مساندة الجيش الأوكراني هنا سيكون هذا الأمر بمثابة إعلان حرب من قبل الناتو ضد روسيا أو روسيا الناتو وبالتالي لا أحد يريد الوصول إلى هذا السيناريو الآن ولكن أعتقد لازمنا بعيدين نوعا ما عن سيناريو العمل للعسكري هي أوراق فقط أوراق ضغط يعني بمعنى روسيا تقول بتحشد قواتها العسكرية وتقول بأنها ستتدخل عسكريا إذا لم يحسم الموضوع الولايات المتحدة وبريطانيا يسلحون الجيش الأوكراني ويقولون بأن كل خيارات مفتوحة باستثناء العسكري والأوروبيين هم في مهمة مكوكية لنزع فتيل الأزمة لأن أكثر من سيتضرر بعد روسيا وأوكرانيا هم الأوروبيون بريطانيا والولايات المتحدة هم الأقل ضررا اقتصاديا وسياسيا خرج تصريح من ألمانيا بأنه يمكن استخدام خط نورتستريم 2 كوسيلة ضغط وكان في البداية المفهوم بأن موسكو هي التي يمكن أن تضغط على الغرب وتحديدا ألمانيا من خلال هذا الخط كيف يمكن لألمانيا أن تضغط بهذا الخط إذا كانت هي المستوردة للغاز أو هي التي في حاجة إلى هذا الغاز يعني هنا سنتحدث عن الخيارات البديلة التي يمكن أن تلجأ إليها ألمانيا وأن تلجأ إليها أوروبا بدلا من تشغيل خط نورتستريم 2 أن يكون توجه إلى خيارات بديلة ولكن هذه الخيارات البديلة ستسبب خسائر فارحة بالنسبة للاتحاد الأوروبي ولكن هي رسالة أيضا بأنهم مستعدين لتقبل هذه الخسائر بمقابل وقف المشروع الذي هو دعنا نقول يشكل أهمية كبيرة بالنسبة لروسيا ولكن بالتأكيد في حساب الخسائر الدول الأوروبية ستكون خاسرة أكثر أكثر من روسيا في هذا الإطار الولايات المتحدة التي عارضت هذا المشروع منذ بدايته وفرضت عقوبات كبيرة على الشركات التي تمت أو قامت بتشغيلها يبدو بأن لديها خطة أخرى تجاه تزويد أوروبا بالغاز ولكن هل هذه الخطة فعالة هل يمكن أن تنقذ الاقتصاد الأوروبي من تضخم كبير من ارتفاع في أسعار الغاز الجواب هو لا ولكن نعود إلى النقطة الأولى هي تصريحات فقط إلى حد هذه اللحظة يعني هي أوراق ضغط بين الجميع ورد على أيضا تصرف روسيا بأن روسيا بدأت تستخدم الغاز كسلاح جيوستراتيجي في الصراع مع الغربي عندما كان قضية الغاز محيدة في الصراع بين الجانبين مهما كان الاعتماد الأوروبي على الغاز الروسي لم يكن هناك أي تلعب في هذا الأمر في الأشهر الماضية بدأت روسيا في استغلال هذا الأمر ورأينا تضخم أسعار الغاز لأكثر من ثلاث أضعاف وهذا سبب أزمة كبيرة في أوروبا على اعتبار بأن هذه الأزمة مشتعلة وبأن الضرر قد وقع فبالتالي يمكن لألمانيا أن تهدد بوقف المشروع بشكل نهائي إذا ما تم عمل عسكري في أوكرانيا ولكن أعتقد بأن هذا السيناريو أيضا بعيد حجم التصريحات الغربية كثيرة جدا في الأزمة الأوكرانية مقارنة بالردود الروسية هل هناك قناعة من روسيا بأن كل ما يحدث هو مجرد تصريحات سياسية وإعلامية فقط أم أنها بالفعل في موقف الضعيف أعتقد بأن روسيا ليست في موقف الضعيف ولا موقف القوي روسيا حشرت في الزاوية يعني مشكلة روسيا الآن هي دعنا نقول تظهر بموقف الذي يحشد عسكريا والذي يهدد بعمل عسكري ولكن أيضا روسيا خياراتها ضئيلة جدا فعليا الولايات المتحدة وضعت الجميع في زاوية وضعت الناتو في زاوية ضيقة وضعت روسيا في زاوية ضيقة روسيا لا يوجد لديها أي خيار آخر إذا تم الإعلان عن ضم أوكرانيا أو نشر أسلحة للناتو داخل أوكرانيا لا يوجد خيار سوى العمل العسكري أي تراجع من قبل روسيا سيعني بأن هناك دول أخرى ستحذو حدو أوكرانيا وسنرى تفكك للطوق الذي يحيط بروسيا ورغبة من شعوب هذه الدول وحتى حكومتها بالانضمام إلى التحالف الغربي ورأينا بروفا مصغرة فيما حدث في كازاخستان على سبيل المثال التي تمتلك حدود طويلة جدا مع روسيا وبالتالي روسيا لا تريد المخاطرة في هذا الأمر هي حسمت أمرها بأن القرار تخذ عمل عسكري إذا تم ضم أوكرانيا أو إذا لم تقدم الضمانات الأمنية من لديه هامش المناورة هم الولايات المتحدة والأوروبيين ولكن هم يرفعون سقف التصريحات من أجل التوصل إلى حلول وسطة كلما اقتربت اجتماعات مهمة نرى رفع في حدة التصريحات الآن لدينا اجتماع يوم الجمعة بين بلينكين ولافروف ونرى هذه التصريحات والزيارات المكوكية من قبل المسؤولين السياسيين لأوكرانيا لإبداء الدعم لأوكرانيا ولكن كل هذه الزيارات إذا لم تشر إلى دعم عسكري قيمتها هي الصفر بالنسبة لتوازن القوى الأساسي بين أوكرانيا وبين روسيا حتى العقوبات الاقتصادية القصوى التي يتم التحدث عنها مثلا إخراج روسيا من نظام سويفت العالمي طالما أن روسيا تمسك بصنبور الغاز تجاه أوروبا الذي يزود 43% أعتقد بأن السيناريو أوجاع روسيا اقتصاديا أو دعنا نقول تسبب بآلام كبيرة اقتصاديا لا زال بعيد بالنسبة لها شكرا نسد نصر زهير رئيس قسم العلاقات الدولية بمركز جينيف للدراسات كنت معنا من بردين أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجتماعا مع نظيري الإيراني إبراهيم رئيسي في موسكو أن دعم روسيا وإيران أصبح عاملا حاسما ساعد سوريا في تجاوز التهديدات الإرهابية على حد قوله من جانبي أكد رئيسي أن الجانباء الإيراني سلم إلى روسيا مشروعا للتعاون الاستراتيجي لمدة عشرين عاما قمة إيرانية روسية هي الأولى من نوعها لإبراهيم رئيس في موسكو عنوانها تعزيز العلاقات الثنائية وبحث الملفات الدولية والإقليمية أما تفاصيلها سعي إيراني لضمان دعم روسي في المحافل الدولية وتسرع مصاري استعادة الاتفاق النووي الإيراني وفق شكله الأول الموقع عام 2015 ورفع العقوبات الاقتصادية على إيران على مدى أكثر من أربعين عاما ونحن نتصدى لعقوبات الولايات المتحدة أريد أن أؤكد أن التطور في البلاد لن يتوقف أبدا بسبب التهديدات والعقوبات الاقتصادية نبذل جهودا لرفع العقوبات ونأمل أن تثمر كل المفاوضات على رفع العقوبات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء اجتماعه مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي أثناء على التعاون بين روسيا وإيران في الساحة الدولية خاصة فيما تعلق بمحاربة الإرهاب في سوريا نتعاون بشكل نواثيق في الساحة الدولية دعم موسكو وطهران أصبح عاملا حاسما ساعد بدرجة كبيرة سوريا في تجاوز التهديدات الإرهابية في أراضيها بالتوازي مع حجدها لمواقف دولية تدعم اتفاقها النووي تحاول إيران أيضا تأمين منشآتها النووية عن طريق تحديث عتادها العسكري تسريبات تكشف نية طهران الحصول على مقاتلات سو 35 الروسية ومنظومة الدفاع الجوي S-400 التعاون العسكري التقني بين روسيا وإيران شهد تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة مع الحديث عن إمكانية إبرام صفقات أسلحة بين البلدين تشمل تزويد موسكو لطهران بمقاتلات سو 35 والمنظومة الدفاع الجوية من نوع S-400 بالإضافة إلى الحديث عن إمكانية إجراء مناورات عسكرية بين البلدين طهران تؤكد وجود العديد من نقاط التلاقي في العلاقات مع موسكو لا سيما في القضايا الاستراتيجية تصف التعاون في الملف السوري بالنموذج الناجح للتعاون الإقليمي بين البلدين قمة رئيس في موسكو تأكي بحسب مراقبين للتمهيد لمحادثات ثلاثية في طهران بين روسيا وإيران وتركيا حول الأزمة السورية تصف طهران زيارة رئيس إلى موسكو بنقطة التحول في سياسة حسن الجوار والتوجه نحو الشرق تؤكد استمرار توطيد العلاقات مع روسيا لتعبيد الطريق أمام تعاون شامل في الملفات الدولية والإقليمية يوسف جرى الغد موسكو قدم عشرون نائبا في حزب المحافظين البريطاني طلبا لسحب الثقة من رئيس الوزراء بورد جونسون على خلفية فضيحات الحفلات التي قيل إنها عقدت في مقر إقامته في داونينغ ستريت خلال عمليات الإغلاق التي فردت بسبب جائحة كورونا من جانبي رفض جونسون الاستقالة على خلفية الفضيحة وذلك ردا على سؤال في البرلمان من نائبة عن الحزب الليبرالي الديمقراطي المعارض عما إذا كان الوقت قد حان الاستقالاته وقال جونسون إنه يعتدر بشدة عن أي سوء تقدير حدث مطالبا في الوقت نفسي بانتظار نتيجة التحقيق قبل استخلاص أي استنتاجات ينضم إلينا من لندن عبر سكايب سامر خلوي الفاتب والباحث السياسي سيد سامر هل يستطيع رئيس الوزراء البريطاني الصمود أمام كل هذه الضغوط؟ نعم في البداية مساء الخير لك وللسادة المشاهدين يعني هو من النوع اللي عنيد ولا يستسلم بسهولة وإذا شعر أن هناك غالبية من حزب المحافظين تريده سوف يبقى بالناحية الحكومة هو اختار أعضاء الحكومة بعناية وغالبيتهم العظمى هم مؤيدين له أما بالموضوع الضغط عليه أو تنحيته سواء من حزب المحافظين هذا يتطلب أن يتقدم لا يقل عن 15% من عدد عضاء حزب المحافظين 360 وهو العدد المطلوب 54 نائب أن يتقدموا برسائل تطالب بحجب الثقة عنه إلى لجلة ما يسمى 1922 إلى السير غراهام برادي وإذا تم ذلك يتم تصويت سري أو اقتراع سري لإزاحة جونسون وهو يحتاج في هذه الحالة إلى تأييد النصف فما أكثر وأكثر فإذا أمن ذلك فهو سوف ينجو لمدة عام كامل بعد هذا العام يمكن أن يتم الطرح مرة أخرى ولكن حتى في هذه الجزئية نتذكر تيريزا ماي عندما أيضا تعرضت إلى مسائلة ونجت من هذا الاقتراع ولكنها استقالت بعد ذلك بعدة أشهر لأنها شعرت أنه لا جدوى من خطتها التي قدمتها بخصوص بريكزيت بالنسبة لجونسون هناك أيضا طرق أخرى يمكن الضغط عليه كما قلت إذا كان أعضاء عدد كبير من أعضاء حزب المحافظين يدعونه الاستقالة واليوم كما هو معلوم سمعنا أعضاء على وزن ثقيل مثل ديفيد ديفز الذي قال له بكل وضوح باسم الرب نطالبك أن تغادر سيد سامر هل ما حدث في أدبيات السياسة البريطانية يستدعي الاستقالة وكل هذه الطلبات التي تقدم بسحب الثقة أم هو صراع ما بين الأحزاب والقوى السياسية يعني سؤالك هام للغاية يعني من ناحية الثقة بحزب المحافظين والثقة بجونسون فقد اهتزت كثيرا من قبل أنداخبين وهذه نقطة هامة جدا يعني بعض من أعضاء حزب المحافظين يتحدثون بأنهم لا يريدون أن يضحون بسمعة حزب المحافظين من أجل جونسون لأن السمعة الحزب بشكل عام قد اهتزت خاصة أن جونسون هو من أصدر هذه التعليمات والأوامر ولم يقم بتطبيقها المشكلة الكبرى هي بتبرير جونسون للحفلات التي أقامها عندما قال بأنها كانت جلسات عمل ولكنها فوجئة بأنها حفلة بعد ذلك قال بأنه لم يكن يعتقد أنها يمكن أن تكون حضر للتعليمات يعني هذا التخبط الذي جعل أعضاء من حزب المحافظين ينتقدونه لأنه كما ذكرت لك هذا يمس سمعة الحزب المحافظين ويمس سمعة الناخب الذي فقد الثقة في جونسون وقد يفقدها في حزب المحافظين وهذا لا يقبله حزب المحافظين لذلك إذا وجدوا أن هناك مصلحة عامة للحزب أولا بالتضحية بجونسون سوف يتم ذلك ولكنه كما ذكرت لك هو من النوع العنيد ولا يسلم بسهولة لماذا تم تقديم سحب الثقة من أعضاء في حزب المحافظين ولم يقدم من حزب العمال مثلا يعني في هذه تنحية كما هو معلوم بوريش جونسون هو رئيس الوزراء والذي يتبع للحزب ذو الأغلبية في البرلمان وهو يحكم منفردا بالحكم وكما ذكرت لك إجراءات تنحية جونسون سوف يجب أن تتم من خلال حزب المحافظين وكما تعلم حتى لو تقدمت أحزاب المعارضة ولا يوجد هناك أغلبية من حزب المحافظين تؤيد ذلك فلن يتم هذا الإجراء لذلك الانطلاق كما ذكرت لك مما يسمى من لجلة 1922 التي يجب أن يتقدم 54 نائب هم يمثلون 15% من حزب المحافظين لحجب الثقة عن جونسون وكما ذكرنا سوف يتم تصويت لأعضاء حزب المحافظين تصويت سري أو اقتراع سري إذا حاز جونسون على النصف ولكن كان القصد من السؤال هل تقدم هؤلاء الأعضاء من حزب المحافظين بسحب الثقة بسبب ضغوط الشارع أم لأسباب أخرى؟ طبعا الأسباب متعددة لأن هذا خرق واضح للحكومة وهذا خرق بسمعة حزب المحافظين وهذا أثر أيضا كثيرا على المواطن وعلى الناخب خاصة أن هناك تسريبات تقول أن جونسون لم يكن يهتم للضحايا الذين ذهبوا نتيجة هذا الوباء وخاصة من قط الدفاع الأول الذي كان يتصدى لهذا الوباء لذلك هم يعتبرونه أنه يتحمل مسؤولية وكما جاء على لسان أحد أعضاء حزب المحافظين قال أنه دهش من رد جونسون لأنه كان يتوقع أن يتحمل جونسون المسؤولية ولا أن يتهرب من المسؤولية وكما ذكرنا لك هي بالمحصلة هي سمعة الحكومة وسمعة حزب المحافظين وكما أيضا هذا يهم الناخب ويهم المواطن البريطاني شكرا سيد سامر الخلوي الكاتب والباحث السياسي كنت معنا من لندن عصاد اليوم مستمر معكم من قناة الغد وتشاهدون بعد الفاصل فعالية في القدس المحتلة تضامنا مع محبوظ صلحية وعائلتي بعد أن اعتق لهم لاحتلال عقب هدم منزله أهلا بكم من جديد في الحصاد وأدى تفكير بأهم العنوين بأمر البرهان وكلاء الوزراء يتولون مهام الوزراء في إطار حكومة تسيير أعمال بالسودان من كيب لينكين يؤكد أن أمريكا ستواصل العمل لتفادي هجوم روسي على أوكرانيا الرئيس الإيراني في روسيا لبحث اتفاق تعاون استراتيجي طويل الأمد بين البلدين وسط مساع داخل حزبه للإطاحة به رئيس وزراء بريطانيا يرفض الاستقال على خلفية فضيحة خرق قيود كورونا نظم العشرات من أنصار حركات اليسار الإسرائيلي ومتضامنون أجانب وقفة أمام معتقل المسكوبية في القدس المحتلة تضامنا مع الفلسطيني محمود صلحية وأبناء عائلته الذين اعتقلتهم سلطاته لاحتلال وطالب المتظاهرون بإطلاق صراح صلحية وجميع المعتقلين ومن بينهم خمسة عشر متضامنا كانوا يعتصمون في منزل العائلة بحي الشيخ جراح قبل أن يقوم الاحتلال بهدمه وكانت محكمة الاحتلال قد مددت اعتقال صلحية وجميع المعتقلين حتى يوم غد دوادنت وزارة الخارجية الفلسطينية هدم منزل في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة وطالبت واشنطن بالتدخل لتوفير الحماية لأهالي القدس وقد هدمت قوات الاحتلال منزل عائلة صلحية في حي الشيخ جراح وقامت باعتقال أكثر من عشرين فرضا من العائلة والمتضامنين معها هذا كل ما تركه الاحتلال الإسرائيلي من بيت صلحية لم يبقى سوى الذكريات التي لن تمحوها آلة الهدم والتهجير في أعقاب هدم المنزل في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة في أحدث فصول الاعتداءات التي يمارسها الاحتلال بدم بارد ضد الفلسطينيين العزل مصادر من أهالي الحية أكدت أن جنود الاحتلال اقتحموا المنزل ونفذوا حملة اعتقالات واسعة كما اعتدوا على المواطنين ومنعوا سيارة الإسعاف من الوصول إلى المنطقة رغم وجود إصابات وفي وقت سابق اشتبكت قوة الاحتلال الإسرائيلي مع فلسطينيين تجمعوا للتضامن مع المواطن محمود صالحية الذي كان يحمل عبوة غازة على سطح منزله وهدد بإحراق نفسه حال تنفيذ أمر إخلاء منزله وقبل نحو عام أمرت المحكمة المركزية في القدس المحتلة بترضي عائلة صالحية بحجة إنشاء مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة لكن العائلة رفضت هذا القرر في عتمة الليل وصلت القوات الإسرائيلية واقتحمت منزل عائلة صالحية ثبتت الشبان على الأرض ومن ثم اقتدتهم إلى المعتقلات الإسرائيلية بعدها وصلت الجرافات الإسرائيلية إلى هنا إلى حي الشجراح وقامت بهدم المنزل والآن الجرافات ما تزال مستمرة في عملية جمع أشلاء وحطام وركام هذا المنزل وذلك في يوم عاصف وماطر ويبدو بأن القرارات الإسرائيلية بهدم هذا المنزل قد تم تنفيذها بعد كل الضغوط من قبل اليمين الإسرائيلي العائلة حاولت ليومين التواصل مع الممثليات الدولية وبخاصة الأوروبية ولكن يبدو بأنها لم تفلح هذه الجرافات التي لم تهدم فقط المنزل ولكن فقدت أيضا العائلة المستقبل لكي تبقى هنا في الشيخ جراح ليس فقط تتحدث عن هذه البقعة ولكن أيضا في الوحدات السكنية هناك في الأسفل ومن بعدها في الحي الغربي هناك المزيد من قرارات الهدم ليبقى حي الشيخ جراح مهددا ليس فقط بالمصادرة بل ببناء تجمع استطاني فيه أحمد البديري قناة الغد القدس المحتلة يشتكي سكان قطاع غزة من استمرار ملوحة المياه وعدم قدرتهم على شراء المياه الصالحة للشرب وأطلقت سلطات المياه بالقطاع النداء استغاثة للتدخل نتيجة زيادة العجز المائي وزيادة الطلب عليها ومنع إسرائيل وصولها إلى غزة من خلال أبارها المنتشرة على الحدود الشرقية للقطاع يمسك هذا المواطن زجاجاته الفارغة ويعبئها واحدة تلو الأخرى بالمياه الحلوة ليصطحبها معه إلى منزله فالمياه التي تصله لا تصلح للشرب أو حتى الاستحمام وبات هذا الحال كل يوم كل يوم أنا بعبي مياه كل يوم 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 أنا بعبي مياه للشرب واللطبيق فما شقة هذه طبعا ما شقة وبدأ أجي أحط اللي قالا على السطوح يعني أعبي فيه مثلا 200 لتر 300 لتر طبعا المياه بالدود لا مياه كويس ولا كهرب والحياة كريمة في مخيم الشاطئ للاجئين وجدنا السكان يتبادلون النقاش عن معاناة المخيم وسوء المياه التي تصل إليه والتي لا تصلح للاستخدام الآدمي اليوم في بيتك إذا فيه مياه تقدر تعيش تقدرش تعيش كويس يعني المياه هي حياة البناء آدم في بيته لما أنت بتصلك مياه مش صالحة للشرب كويس اليوم مش كل إنسان بيقدر يعبي مياه حلوة فوضعنا بالمخيم سلطة المياه في قطاع غزة أوضحت أن 97% من أبار مياه البلديات في القطاع لا تتوافق جودة مياهها مع المعايير الخاصة بجودة مياه الشرب مطالبة بسرعة إنجاز المشاريع المخصصة للمياه في ظل استنزاف مياه الخزان الجوفي ومنع إسرائيل وصول المياه للقطاع إن حقيقة عدم وجود مصادر مياه كافية دفع الفلسطينيين في قطاع غزة إلى مزيد من الضغط والاستنزاف للخزان الجوفي الساحلي والذي نتج عنه ارتفاع حاد وخطير في ملوحة المياه بسبب طغيان وتداخل لمياه البحر عدة مئات من الأمطار إلى داخل هذا الخزان في عدة مناطق في قطاع غزة حيث وصلت هذه الملوحة لمستويات خطيرة جدا يعاني قطاع غزة من ندرة كبيرة في مصادر المياه الطبيعية بسبب ضيق المساحة الجغرافية والنمو المتزايد للسكان وزيادة الطلب عليها تتحمل إسرائيل أيضا المسؤولية عن أزمة المياه التي يعاني منها القطاع فهي تمنع وصولها وتصادرها في آبارها المنتشرة على طول الحدود مع القطاع محمد دور الغد غزة فلسطين نشدت وكالة الأونروا المجتمع الدولي التبرع بعشرات الملايين من الدولارات للمساعدة في تحسين الظروف المعيشية للاجئين الفلسطينيين في لبنان وطلبت الأونروا بنحو 88 مليون دولار إضافية لتزويد اللاجئين الفلسطينيين بالمساعدات النقدية للفقراء وتغطية نفقات المستشفيات ونفقات انتقال الأطفال حتى يتمكنوا من الذهاب إلى المدارس وتقول الأونروا إن أكثر من مائتين وعشرة آلاف لاجئ فلسطين هم من بين الفئات الأكثر ضعفا مشيرة إلى أن بعض السلع الأساسية أصبحت بعيدة المنال بالنسبة للكثيرين بفعل الانهيار الاقتصادي في لبنان في السياق ذاتي يعاني ذو الاحتياجات الخاصة في مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من تهميش وعدم رعاية واهتمام من قبل المعنيين في المقابل تعمل جمعيات قليلة على تقديم ما تستطيع من مساعدة لهؤلاء اللاجئين أنا محبك لا إلي أنا أجيانا كدت على البحر هكذا ودون مقدمات وكما العادة لا يعرف جهاد إلا لغة الحب كغيره من أقرانه المعروفين بذوي الإرادة الصلبة من بين إخوته السبعة ولد مصابا بمتلازمة داون لم يكن بمقدور الأهل تحمل نفقات مدرسة خاصة فأمضى سنة واحدة في مؤسسة متخصصة وتعلم خلالها الاعتماد على نفسه وهو اليوم معين لولدته وأمين على سلامتها الحمد لله رب العالمين أعطاني إياه ويكتر خير الله لقاته لقيته يعني بكبره الحمد لله لقيته هو بيقوم معي هو بيشتغلي هو بيطعميني في أيام هو بيطعميني بيجيب للأكل وبحط ليه على الطاولة بيسقنتي لما أنه بتعوقوا البنات ما يجيب ويقومهم وبيعمل لي أهوة وبسقيني هذا أكبر فضل من الله تعرض للتنمر في مجتمع يرفض الاختلاف حتى المؤسسات المعنية بشؤون الفلسطينيين لم تقدم لتلك الفئة ما تستحق من تعليم مدرسي أو مهني واقتصر الأمر على قلة من الجمعيات التي لا تستطيع تغطية كل الاحتياجات ما بيدخل من الأنروة ما بيدخل تقبريني ما بيعرف يحكي ما كانش يعرف يحكي يعني أكثر من ماما وبابا ما يقول بس شو بديني يعلموا يعلموا مثله ما بيجعلوا يحطوا بالصف ذاته ما بيجعلوا يحطوا بالصف تبا هتكي كثير قضيت فيه يتردد جهاد على إحدى الجمعيات التي علمته مهنة بسيطة جعلته أكثر اندماجا مع محيطه وأكسبته ثقة بالنفس وبعض الأصحاب لكن لو قدر له أن يولد في غير مكان وزمان لا استطاع التحليق أكثر يستحق أصحاب الإرادة الصلبة اهتماما ورعاية من قبل المعنيين ليكونوا جزءا فاعلا ومنتجا في المجتمع وما بين التحديات والصعوبات تنتظر تلك الفئة المهمشة فرصة لرسم مستقبل أفضل حنان عيسى الغد من مخيم برج الباراجنة بيروت دعت دولة الإمارات الولايات المتحدة إلى دعم إعادة تصنيف المتمردين الحوثيين في اليمن منظمة إرهابية غداة هجوم على منشاة مدنية في أبوظبي تبناه الحوثيون وقالت سفارة الإمارات في واشنطن في تغريدة على تويتر إن السفير يوسف العتيبة دعا الإدارة الأمريكية والكونغرس إلى دعم إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية وأشرت السفارة إلى أن العتيبة يعتزم عقد اجتماعات في البيت الأبيض مع الإدارة الأمريكية والكونغرس في العاصمة واشنطن بدأ موظف قطاع البريد في تونس إضرابا عاما لمدة يومين للمطالبة بتسوية أوضاعهم المهنية ومنحهم عددا من الحقوق المالية وفق الاتفاقية مع وزارة المالية هذا وأغلقت مكاتب البريد أبوابها اليوم في تونس ما خلق أزمة في المعاملات المالية والبريدية إضراب جديد يحرم التونسيين من الخدمات البريدية ينفذه قطاع البريد المنظوي تحت اتحاد الشغل المنظمة النقابية الأكبر في البلاد ويطالب موظف البريد المضربين عن العمل بتفعيل اتفاقية المنح وتعزيز الموارد البشرية مع وزارة المالية حيث يشكو القطاع من نقائص في البنية التحتية ونقص في عدد موظفي المعاملات المالية والبريدية في عدد من المكاتب من عكس على جودة الخدمات وفق تعبيرهم من أسباب الإضراب في ديون وطن البريد هي عدم احترام الاتفاقيات وخاصة الرجوع على هذه الاتفاقيات كما اتفاقية إدماج عوان الحراسة عنها كذلك السبب الآخر هو احتراء وسائل العمل كذلك عنها مشاكل في عدم احترام في مجلة البريد ودعم القدرة التنافسية للدوين الوطني للبريد هذا ما الكل خلوا الجامعة العامة للبريد بعد تنبيه برقية إضراب ومنذ الإعلان عن موازنة العام الحالي المقدرة بـ 19 مليار دولار تفاقمت الإضرابة النقابية المطالبة بالزيادات في الأجور وغيرها من المطالب في الوقت الذي تعجز فيه الحكومة التونسية عن تحقيق أغلبها سيما مع تراجع معدلات التنمية وارتفاع أعداد العاطلين عن العمل وتركم الديون الخارجية وتراجع قيمة العملة المحلية زد الإضرابة الملدوية في الدخل في حيط هم زايدين عملي الإضرابة عليش وبحسب مختلف المقاربات فإن إضراب قطاع البريد والذي يضم عشرة ألاف موظف وهو من أكثر القطاعات الحيوية في البلاد يعد ذربة للاقتصاد التونسي الذي يسجل يوميا خسائر فادحة بسبب هذه الإضرابات مرة أخرى تجد حكومة نجلاء بودن نفسها بين مترقة الضغوط النقابية وسنداني المشاكل الاقتصادية الخانقة إضراب جديد في قطاع البريد قد يتخذوا خطوات تصعيدية إذا لم تجد السلطة التونسية حلا لهذا الإضراب نجلاء بوخريس الغد تونس قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الحكومة ستبدأ على الفور في خطوات تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الاقتصادية بدءا من موازنة العام المالي القادم وأشار إلى أن القرارات تعكس تطلع مصر لتحسين ظروف معيشة مواطنها رفعوا الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه وإقراروا علاوتين بتكلفة نحو ثمانية مليارات للعاملين في القطاع الحكومي وتعيين 30 ألف مدرس سنويا لتلبية احتياجات قطاع التعليم هي أبرز قرارات الرئيس المصري التي تضمنها مشروع موازنة العام المالي الجديد القرارات التي لاقت إشادة واسعة اعتبرها اقتصاديون انعكاسا لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر عام 2016 لما يحصل الاصلاح الاقتصادي والاقتصادي المصري يمضي قدما في النمو والقوة والناتج المحل الإجمالي يزيد يصل إلى يتجاوز 6 تريليون جنيه وبالتالي الحقيقة في الموازنة القادمة تستهدف أن يصل إلى نحو 7 تريليونات جنيه فده مهم جدا أن المواطن يجنس مواطن ويستفيد من تلك القرارات نحو 5 ملايين مواطن يعملون في الجهاز الإداري للدولة بعدما تضاعف الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2700 جنيه خلال سبع سنوات للعاملين في القطاع الحكومي و2400 للقطاع الخاص وذلك في إطار إطلاق مصر لخطة الإصلاح الهيكلي منذ منتصف 2021 مرحلة الأولى تمت بنجاح اللي هو الإصلاح الاقتصادي ويدعموا دلوقتي الإصلاح الهيكلي بعلاج التشوهات في جسم الإقصاد المصري سواء كان فيما يتعلق بدمج القطاع غير الرسمي في الرسمي رقمانة الاقتصاد يدور أكبر للقطاع الخاص بعد تأهيله طبعا ورغم استمرار وباء كورونا حققت مصر معدل نمو بلغ 9.8% خلال العام المالي الجاري وهو ما عزز مستهدفات مشروع الموازنة الجديدة بخفض العجز الكلي إلى نحو 6.3% وزيادة بند الأجور إلى حوالي 400 مليار جنيه إشادة دولية بمعدلات النمو الاقتصادية في مصر معدلات تبدو عكاساتها إيجابا على المواطنين وفقا للمتخصصين بحزمة قرارات جديدة من شأنها تحسين المستوى المعيشي والتخفيف من تأثيرات جائحة كورونا على حياة المصريين محمد الحمروي الغد القاهرة أقر مجلس الشيوخ الفرنسي حضر ارتداء الحجاب في المنافسات الرياضية وفي نصيم اعتبر أعضاء مجلس الشيوخ أن أغطية الرأس تعرض انضباط الرياضيات التي يرتدينه للخطر على حد قولهم التعديل المقترح من كتلة اليمين أقره المجلس بأغلبية 160 صوتا مقابل 143 عضوا صوتوا بالرفض وستجتمع لجنة من أعضاء غرفتي البرلمان الفرنسي للتصويت على تسوية بشأن النصر قبل نشره ما يعني أنه ما زالت هناك فرصة لإلغاء التعديل يصارع النازحون السوريون في المخيمات بشمال غرب سوريا للبقاء مع هبوب عاصفة ثلجية على المنطقة وغطت الثلوج المخيمات في جميع أنحاء المنطقة الشمالية الغربية لسوريا حيث نزح الملايين وبدأت العاصفة التي أطلق عليها اسم هبة مساء الثلاثاء من المتوقع أن تبلغ دروتها غدا الخميس من جانبها قالت منظمة كير الدولية للمساعدات إنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة جراء العاصفة هبة إلى ما دون السفر صارنا سنتين ونص هوني ودعنا بلاية بهنزوح بس اليوم أصعب ليلة بتعدى علينا بهالسنتين ونص وقعت خيام كتير علينا وتعدبنا كتير وساعدنا بعضنا طلعنا بهالليل ننفض الخيام أنا واحدة من الناس عندي سفينتين وطلعت بهالليل ننفض هيك بداية وحطت راسي على الخيمة وارفعه لفوق حتى التلجي مقا عنها بالبداية حصلنا نسيطر على الوضع نحنا كونه سيكنين في خيام ولكن بالنهاية الخيام مات حمالية التلج زاد زاد كمية التلب لما زادت في خيام كتير نزيت على الأرض وكانت مأساة كبيرة بالنسبة للساكن تحت الخيام ختام حصاد اليوم من قناة الغد في القاهرة نذكركم بأهم العنوى بأمر البرهان وكلاء الوزراء يتولون مهام الوزراء في إطار حكومة تسيير أعمال بالسودان من كيب لينكين يؤكد أن أمريكا ستواصل العمل لتفادي هجوم روسي على أوكرانيا الرئيس الإيراني في روسيا لبحث اتفاق تعاون استراتيجي طويل الأمد بين البلدين وسط مساع داخل حزبه للإطاحة به رئيس وزراء بريطانيا يرفض الاستقال على خلفية فضيحة خرق قيود كورونا تهى حصد اليوم من قناة الغد إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة